أدان الأردن الهجومين الإرهابيين الذين استهدفا مجلس عزاء في محافظة صلاح الدين شمال العراق والقوات الأمنية العراقية بمحافظة ديالا وأسفر عن مقتل وإصابة العشرات وأكد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير ضيف الله الفايز إدانة واستنكار الأردن الشديدين لهذين الهجومين الإرهابيين الجبانين مشددا على وقوف المملكة إلى جانب العراق الشقيق في مواجهة ما يهدد أمنه واستقراره